ليس عيبا أن يمارس الشاب عملا منه يسترزق ومنه يتعلم ومنه يقضي وقت فراغه حتى وإن كان طالبا فذلك لن يؤثر فخالد الخالدي الجامعي في تخصص مختبرات إكلينيكية طبية لم تمنعه صعوبة تخصصه بأن يعمل محضرا للأيس كريم في بوريدا فهو واثنين من رفاقه أبدعوا في صناعة وتقديم أشكال وأذواق من المثلجات بطريقة مختلفة جعلت منه مقصدا للزبائن اللهي أفضل من وقت الفراغ كذا عندنا محل ذا الحمد لله نجلس فيه فترة مسائية مشتغفية أنا والصديقاي كلنا شغلين فيه والحمد لله تشعرون الفرصة العملة موجودة أن الزبون يشعر براحة يشعر بثقة بالمادة المقدمة أنه يشرف علي شخص منك وفيك شخص تعرفه وتثقوه والله أنه جميل ورائع الطعام ومثل ما تشوف العملة كلهم سعوديين يعني ما فيه ولا واحدة جنبي وتقييمي للطعام تسع من عشرة حمودا غيمشي شاب آخر وجد نفسه ماهرا بهواية التصوير منذ سنوات ليقرر مؤخرا هو ومجموعة من أصدقائه بافتتاح شركة تعنى بالتصوير وتنسيق الحفلات ليشرف عليها بنفسه وبحسب زبائنه فإنه الأول تميزا على مستوى المنطقة وأحد شركائه تفرغ للعمل في هذه الشركة رغم شهادته الجامعية النادرة خريج طب وجراحة الفهم والأسنان المشروع بدأ مجموعة شباب أنا واثنين من زملائي حمودا غيمشي عد رحمه الفضل كانت من الاستجرام حصلنا على عدد من العملاء شركات ومؤسسات بعد فترة سنتين حسين أنه لازم يكون في عمل مؤسسي منظم نبدأ فيه نمارس بطريقة نظامية ومرتبة أكثر وجد الشباب مؤخرا بأن العمل أصبح ضرورة ملحة فكل صاحب مهارة استغلها بمشروع صغير سيكفيه عن حاجة غيره كما فهم معظم الشباب بأن الجلوس في المنزل وانتظار الوظيفة أمر شبه مستحيل وأن العمل اليدوي هو جزء من حياة أنبياء الله عليهم السلام خالد الربعي الأخبارية بريدة